إلى أصول الفقه كتاب المنهاج منهاج الوصول للعلامة البيضاوي قال الباب الثاني في أنواع الإجماع الباب الثاني في أنواع الإجماع قال وفيه مسائل نأخذ المسألة الأولى قال إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداثه الثالث تصور هذه المسألة أن مسألة ما بحثوا فيها فاختلفوا فيها على قولين فاختلفوا فيها على قولين فهل يجوز أن يأتي التابعون مثلا للصحابة اختلفوا على قولين يأتي الصحابة فيحدثون قولا سالسا طبعا هذه المسألة لابد أن تفهمها وتتصورها يعني جيدا كما سنضر الأمثلة على ذلك أنهم عند اختلافهم حصل الإجماع على هذا الاختلاف بمعنى ما يكون اختلاف من صاحب وصاحب وانتهى قول ابن عباس خلف قول ابن عمر أو قول عمر خلف عثمان لا صاروا إلى طائفتين طائفة على القول الأول وطائفة على القول الثاني جميعهم وقفوا عند القولين هذه صورة المسألة حتى لا يشكل عليك الصورة الثانية وهي أن يكون اختلاف من صاحب وصاحب ولا نعلم هل حصل الإجماع على أنهم اتفقوا على أن هذه المسألة ليس فيها سمت ليس فيها إلا القولين فيها قولان فقال ليس فيها إلا القولان فقط إذن قال الحق أن الثالث يرفع مجمعا عليه جازة وإلا فلا وضرب مثلا بإرس الجد مع الأخ مراث الجد مع الأخ طيب هذه المسألة مسألة مهمة صراحة ومسألة نفيسة وهي إن اجتمعوا جميعا إن اجتمعوا جميعا على على قولين فهل هل يمكن أو لهم إحداثوا أن يحدثوا قولا ثالثا غير القولين أم لا هذه صورة المسألة فيها أقوال ثلاثة فيها أقوال ثلاثة أصوليا القول الأول المنع مطلقا المنع مطلقا لأنهم أجمعوا على القولين وإحداثوا قول ثالث خرقوا لهذا الإجماع والأمة لا تجتمع على الضلال قالوا المنع مطلقا وهذا قول جمهور الأصليين وإذا قلنا بأن هذا هو قول جمهور الأصليين لابد أن نعلم أمر مهم ألا وهو أن الجمهور قالوا بأن إحداث القول فيه خرق للإجماع والإجماع حجة بالإجماع فلا يجوز خرقه إن شاء الله سنجيب عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجيب عليكم بعد الدرس فقال الجمهور جمهور الأصليين قالوا بالمنع مطلقا والمنع عندهم مطلقا كما قلنا لأن إحداث القول الثالث خرق للإجماع والأمة لا تجتمع على الضلال والقول الثاني الجواز مطلقا لكن الجواز طبعا قلنا القول الأول والمنع مطلقا قول جمهور الأصليين من الشفائية والحنبيلة والمريكية الجواز مطلقا وهذا عليه طائفة من الأحناف عليه طائفة من الأحناف قالوا يجوز لأنه ليس بإجماع فيمكن خرقه وهذا ضعف في النظر هذا ضعف في النظر أما القول الثالث ففيه التفصيل أما القول الثالث ففيه التفصيل وهو إن لزم رفع ما أجمع عليه لم يلز إحدث هذا القول وإن لم يلزم رفع ما أجمع عليه صح ذلك رفع الله قدرك محمود ويسر عليك أمرك ونسأل الله للفعلاء أن يجمع بيننا وبينك وبين الجميع في الجنة وأن يسر لنا ولكم وأن يسبتنا وإياكم وأن يستعملنا جميعا في مراضيه وأن يجعلنا ناصرين للسنة قامعين للبدعة إذن القول الثالث بالتفصيل إن جاء بقول رفع به ما أجمع عليه لا يجوز لأن بهذا حقا يكون خرقا للإجماع أما إن جاء بقول يوافق أحدهما أو يوافق ما اجتمع عليه دون المخالفة قلنا يصح ذلك يصح ذلك وضرب المصنف مثلا مهما ونضرب معه بعض الأمثلة لتتجلى لنا هذه المسألة المهمة مثال مات رجل وخلف جدا وإخوة فتعلمون ولا يخف على أمثالكم بأنه الجد مع الإخوة إما أن نقول بالتشريك إرسا الجد لا يسقط بحال لتعلمه الجد لا يسقط بحال يعني هو يارس بكل حال لكن الجمهور يرون أنهم يبحثون عن الأحظ له الجمهور يرون أنهم يبحثون للأحظ له أنهم أنهم يبحثون للأحظ له سواء بالمشاركة أو بالتعصيب أو المهم بالفرد أو بالتعصيب ينظرون للأحظ له وهناك من يرى بأن الجد يارس مع الإخوة بحجب الإخوة وأنه ينزل في إرسه منزلة الأب ينزل في مراثه منزلة الأب لقول لقول الله جل فعله هذا الذي قال ابن عباس ينزل منزلة الأب فقال ابن عباس ألا يتق الله زيت ألا يتق الله زيت فإن الله قد جعل الجد أبا في الكتاب فإن الله قد جعل الجد أبا في الكتاب فالخلاف بينهما معلوم فإذا هم الآن اختلفوا على قول أين قول قالوا بالتشريك وقول قالوا بالإسقاط إسقاط الإخوة بالجد نازل منزلة الأب فحجب فحجب الإخوة فلا يصح أن يأتينا عالم يشتهد ويقول بإسقاط الجد فهذا القول خرق للإجماع هذا القول قد رفع ما أجمعوا عليه لأنهم أجمعوا أنه يرث واختلفوا في صفة التوريس فإن جاء عالم فقال هو لا يرث قد خالف ما أجمعوا عليه فهنا نقول لا يجوز إحداث قول الثالث يخالف ما أجمعوا عليه هذا المسأل الأول الذي ضربه المصنف على مسألة هل يجوز أو لا قلنا قد يجوز وقد لا يجوز يجوز الإحداث اللي لم يرفع ما كان مجمعا عليه ولا يجوز إن رفع ما كان مجمعا عليه نعم وأيضا قد نضرب مثلا آخر على نفس أثيرة هذا الباب بأنه لا يجوز أصوليا إحداث قول ثالث يرفع ما أجمعوا عليه قلنا المطلقة الجوز مطلقا كلام ليس منضبطا معه بعض الحق لكن التفصيل كل الحق بأنه قد يحدث قولا يرفع ما أجمعوا عليه هذا لا يجوز قد يأتي بقول يوافق أحدهما هذا صح السيب الآم السيب الجارية السيب إذا وطعها المشتري ثم وجد بها عيبا وكان العيب ثبت بالبينة أنه كان قديما يعني اشتراها على العيب فقد قال بعض العلماء اختلفوا في خيا لا يرد يمنع الرد وله الأرش طبعا وقال بعضهم له الرد مع الأرش يعني يردها ويرد مع مهر المثل للجماع فإن قلنا بأن هنا قد انحصر الحكم في قولين المنع من الرد سواء المنع من الرد يقول له الأرش الأرش النقص العيب والثاني الرد مع الرد مع إعطاء أرش الجماع على ما حصل من المشتري لكن الحق بأن الجماع على قول الجمهور يعني الجماع يسقط الرد لكن لا يسقط حقه في أرش العيب القديم لا يسقط حقه في أرش العيب القديم عمتا المسألة على قولين القول الأول هو المنع من الرد وكما قلنا لا يخفى أن يكون له الحق في الأرش لأن الجماع قد أسقط الرد القول الثاني هو قول أصحاب الرأي قالوا بالرد مع دفع أرش الجماع اللي هو مهر المثل ولو كانت البكارة لدفع أرش البكارة أيضا إذن قولان الآن فمن أتى لو سألوا على نفس المسألة هل يجوز إحداث قول ثالث قلنا فيه تفصيل هناك من قال بالجوازي مطلقا ضعيف جدا هناك من قال بالمنع مطلقا معه بعض الحق والتفصيل حق قالوا وما التفصيل قلنا إن جاء بقول محدث لم يرفع ما أجمعوا عليه صح وإلا فلا لكن سؤالي لكم أنتم الآن ما المجمع عليه بين القولين المنع منع الرد والرد بالأرش ما المجمع عليه يا أبا يا أبا الوليد أنا سأخير المجمع لأنني مسافر على سفر أنا في السيارة مسافر فأنا سأصلي جمع تأخير المشتاقة إلى الفردوس قد تأخرت وتغيبت وأراجع في غيابها لما أمشتقت لمجالس العلم التي هي سبيل لشوقك للجنة للفردوس كيف تشتقين لشيء وتضيعين سبيله لما تغيبتي لما أستاذ السكينة قالت المجمع عليه أرش النقص جيد ممتاز أرش الجماعة يدفع مهر المثل يدفع مهر المثل في الجارية الأمة يا غريب ولست غريبة إن شاء الله نعم يعني تحضرين الحمد لله بس خلاص لا مراجعة ولا معتبة سبت الله لنا ولك هذا الخير ما حينا أبدا ونعوذ بالله نعوذ بالله أن يكون من سوء أعمالنا أو من سوء خلوقنا أو من سوء ظننا أن نحجب عن هذا الخير أعوذ بالله فالمرو فيه أمور ثلاثة إن تجنبها فهو من السعداء سوء الخلق وهذا أسوأ ما يكون في الإنسان وبالضغط يعرف وكما قلت المواقف تخرج مكامن الأخلاق ومكامن القلوب بالضغط يعرف أو أو سوء الظن أن نظن شيئا ليس ليس موجودا أو أن الله رأى منا أننا لا نستحق أهلية هذا المجالس فنحجب نعوذ بالله من ذلك حفظكم ربي جميعا طيب قالوا الرد بالأرش ده المجمع عليه طيب إيه القول الثالث طيب ما القول الثالث الذي يرفع المجمع عليه ممتازين يعني سكاينة ابتدت بالإجابة الصحيحة تلاها بعد ذلك غريب نوه على ذلك وأشرف أستاذ أشرف فوزي جزال الله خيرا أتى أيضا بالإجابة إذن يبقى السؤال المطروح الآن فما القول الثالث الذي إذا أحدثناه قلنا أنه رفع المجمع عليه فنقول وهذا لا يجوز ما هو يا رب أمين أمين رفع الله مقامك واجعلك أميرة في الجنة اللهم أمين نعم ما شاء الله والخضاء جزاك الله خيرا يا جهاد لكن لكن دقق النظر واحزف شيئا مما كتب تكون الإجابة الصحيحة عمتا أنت الذي أتيت بالإجابة الصحيحة لكن هي إجابة صحيحة عشان تصح دقق النظر واحزف شيئا مما كتب تكون إجابة صحيحة بالتمام والكمال ممتازة مشتاقة للفردوس الله أكبر أرأيتم كيف الجلوس في المجالس تعطي الخفايا والله ومسائل يعني لا يصل إليها إلا من تبحر نعم هو الرد مجانا ممتاز ممتاز أجهاد ممتاز الله أكبر الله أما سعيد بهذا ممتاز ممتاز نعم ممتاز أم الأبرار رفع الله مقامكم ويسترعيكم أمركم ونفع الله الأمة بكم إذن الأصل بذلك هو الرد مجانا الرد مجانا فالرد مجانا هذا قول ثالث فلا يجوز الأغذر به الأرش اللي هو العوض يعني الأرش هو العوض فالرد مجانا إحداث قول ثالث مع أن ليس ابن سعد قال به والشفع قال به قلنا لا انتظر نحن نقول إذا اتفق هذه الصورة إذا اتفق العلماء على أن الصحابة اتفقوا على القولين فقط فلا يجوز إحداث هذا القول أما إذا قالوا هذا اختلف الصاحب الفلاني والصاحب العلاني نقول إذن يصحي الاجتهاد وإحداث أقوال ليس قولا ثالثا إحداث أقوال فنقول الشفعي لما قال بذلك ما قالها إحداثا لقول بعد إجماع هو كأن لسان حالي يقول ثبت العرش ثم أنقش قل اجتمعوا على القولين وأنا لا أقول قولا ثالثا هكذا ممتازة سكينة رفع الله مقامك ورزيتي الجنة ولو قلنا ببعض الأمثلة المهمة وهي مثلا كما قلت لا يرفع مجمعا عليه لا يرفع مجمعا عليه إذا قلنا كما درسنا في الكتاب بأنه يفسخ العقد يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب المثبتة للخيار كما في المرأة الرتقاء والقرناء كما قلنا والمجموب وأيضا العنين إن كانت هذه العيوب التي يفسخ بها الخيار يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة قال به بعض العلماء وقال بعض العلماء لا يجوز فسخ النكاح بشيء منها وهذا قد ورد عن علينا أبي طالب أنه قال لا ترد الحرة بعيب وقال به أصحاب الرأي وأن كان هذا ضعيف لكن قال به أصحاب الرأي فما القول الذي إذا أحدث لم يكن رفع للمجمع عليه أمين يا رب العالمين حفظكم ربي جميعا قلت ما القول الذي الذي لا يكون رفع للمجمع عليه أنا سأقول لكم وأنتم فسروا لي القول هنا أن يقول بفسخ النكاح ببعض العيوب دون بعض بفسخ النكاح ببعض العيوب دون بعض كيف وصف هذا القول هل هذا القول هو إحداث لقول الرفع المجمع عليه أم لا هو ليه يشغل نفسه بالأسئلة أخوة أحنا ما خلصش الدرس ها نعم فهمه كده شير يبقى مع ذاك إنه مش منتبه للدرس قول له أنت حريص ما شاء الله فانتبه للدرس أولا هو الحق أن نقول بأن هذا القول ليس رفع للمجمع عليه بل هذا القول وافق البعض ووافق البعض فلا يكون رفع للمجمع عليه وافق البعض يعني وافق من قال بجواز الفسخ بأحد العيوب وافقه ووافق الآخر الذي قال لا يلوز في البعض الآخر فلا يكون رفعا للمجمع عليه أختموا بمثل آخر لأن هذه المسألة مهمة جدا مسألة أصولية مهمة جدا وهي الزبح دون التسمية سهوا أو عمدا الزبح دون مسلم عشان تفهم مسلم تفق قال إنه مسلم مسلم أتى على شاتم فذبحها ولم يسمي فقد قال بعض العلماء لا تحل الزبيحة ميتة سهوا ولا عمدا وقال بعض العلماء بل تحل سهواً وعمدا وقال البعض تحل في السهو لو قلنا أنهم أجمعوا على قولين لا تحل سهواً ولا عمدا تحل سهواً وعمدا قلنا يكون القول الثالث هو تحل سهواً دون العمد لم يرفع المجمع عليه لم يرفع المجمع عليه إذن خلاصة المسألة بأنهم لو أحدثوا لو أجمعوا على قولين لا يجوز إحداث قول الثالث إلا بشرط ألا يرفع القول الثالث المجمع عليه لأن الأصل أننا قلنا أجمعه يبقى لا يجوز خارق الإجماع والمسألة على التفصيل أفضل من خولنا الجواز مطلقا أو المنع مطلقا ويأتي التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم تقدر شيء نعم يجوز وليس فيه ثمت شيء انتهى طيب عشان ندفع على سعيل بخاري مش خليلا كيفي زابين خارش جميعا ندفع مهر الاما لا لا مهر الاما مهر الاما مهر الاما يجوز إيش إنه يتقال عادة هذا ما يجوز طبعا ده ده إحداث قول الثالث هو الاما لأن الأمة أجمعت على أنه إما مستحب وإما واجب أما أن يقول أنه عادة مباح فهذا إحداث قول ثالث خرق الإجماع كالختان أيضا كالختان أيضا الختان دائر على الاستحباب وعلى الوجوب فمن قال أنه محرم هذا شيطان رجيم لأنه أصلا هو القول بالإباحة فقط خرق للإجماع لكن من قال أنه محرم هذا أتى بقول لم يأتي به أحد طبعا الكلام لأننا نقول المسألة على أن الرجال يجب والنساء على الرجح يجب لكنه مستحب سيأتي الكلام فيه إن شاء الله نعم لم يكن من هذا الباب ممتاز لم أسمع القول الرارح في الزبيحة القول الرارح في الزبيحة هو أنها تؤكل حتى حتى ولو لم يسمي إسلامه تسميه له كما قال ابن عباس وهذا له تفصيل آخر إن شاء الله نعم